الى كل احباء اللي اخذوا معي دورات شوب ودرون قديما لان هنا تحديث مهم في تحويل ملفات 3D Max مباشرة الى AutoCAD بكل احترافية المطلوب انه نعمل update باستمرار وهذا الشيء الله سيكون افضل من ذي قبل يعني التحديث على الاخر فحنعمل رندر ومن رندر سنأخذ مباشرة AutoCAD يفضل نوع اللي لدينا كورونا انا اعطي Material V-Ray و Lighting V-Ray سأختار Corona سأختار F Front View وتأكد من Size Shift Z F وعمل زومنج بهذا الشكل سأعمل رندر كورونا لكن لا يهمني الرندر فعليا ولا يهمني الإضاءة ولا يهمني شيء فأروح على performance وعطي نوع يكون نوع اللي يهمني بالرندر elements سأختار رندر اسمه اسمه كورونا ماسكنج بس اوكي كورونا ماسكنج ID بس ما في غيره وعمل رندر مباشرة ندخل في الحجم يفضل تكون الحجم 5000 بيكسل على الأقل سأختار scene بهمني option 1 بالscene ان يكون One Pass وأعطي render الآن طبعا سأعطيني errors لأنه هو Vray وانا برندر كورونا يصير نعم لانا ما بدي بيوتي بدي بس الماسكنج هذا هذه الألوان اللي بتيجي مختلفة الآن ستحول معي مباشرة لخطوط AutoCAD طبعا بعد ما اسيفها كصورة عادية كصورة عادية نقوم بجي بي جي وهذه الصورة ستسيب عندي ستسكتوب وهذا اللي أنا اخترته سابقا سميتها Front نعطيها Save نعمل Override وليكواليتي يكون 100% نعطيه OK الآن سيكون معنا برنامج إضافي لتحويل الصور إلى AutoCAD بالنسبة للأحباء اللي أخذوا معي دعورات سابقة يفضل يتواصل معي بشكل شخصي عشان نزودهم في البرامج ان شاء الله الآن سأختار نفس الصورة اللي أخذتها سابقا اللي طلعتها من 3D Max وكانت باسم Final Front اللي أعطيها الآن Open الآن ما سأعمل ولا شيء سأعمل كبسة واحدة كبسة واحدة بس كبسة واحدة مباشرة سأتحول معي كل الرسومات اللي عندهم من ألوان لVectors والآن أحب أن يتم الانتهاء ما أخذ دقائق وهذا يعتبر تحديث هذا السيستم يعتبر تحديث للفيديو السابق اللي عملته سابقا اللي هو بي كبسة واحدة نحصل على مخطط هندنسي من مشهد الماكس وهذا كان يطلب مني سيكريبت اسمه Illustrate ونوعا ما متعب الموضوع شوية ما بشتغل إلا على فيرجن قديم في الماكس هون الآن مالو علاقة أي فيرجن في الماكس الآن بس هنعمل ثم اضع ثم اختار الآن سوف اختار ملف وفتح ملف دفع ثم اختار اختار اخر برجين اخترته اللي هو final this one final product نعطي ساة open double click على العجل لان اخذت الديزاين بشكل سريع وسهل بدون اي مشاكل وتقريبا 99% من التفاصيل موجودة عندي الان بيضلي عندي اوبيشن واحد اللي هو اني الغي تراكم الخطوط فوق بعض وهذا اوبيشن اللي هو overkill ويقت بحضر الان اختار الهوديجكت كاملي ويقوم بتاكد انو عنددي لانس حتكون تقريبا 2 سانتي zero two وفعل كل الوصف وفعل كل اوبيشن وفعل سيجمنت مفاعلة تقريبا عندي 2600 وستة وتقريبا 3600 وستة تم ايزالتهم تم إزالتهم. طبعا هذا البوردر الخاص في الصورة نعمل الوزارة الآن سأختار Scale أنا أعرف ان هذه القطعة ارتفاعها 180 سنتي SC ENTER SELECT ALL ENTER سأختار أي نقطة بدون تركيز الآن سأختار R REFERENCE وأحكي له من الزاوية هذه بالضبط لحد الزاوية سيكون 280 280 سنتي سيظهر مباشرة المخطط الآن عشان أتأكد من القياس يفضل أختار LAR أختار LAR ثاني اختار Linear انتر كليك على Object معين انتر لاحظوا الآن أعطاني القياس بالضبط مثل ما طلبتو طبعا هذا الشيء ينطبق على Front Elevation على Plan على Section على أي صورة بشرط لا تكون صورة عبارة عن Color تتحول معنا لخطوط بدقة عالية جدا جدا صليتوا على رسول الله فأحبا الأبديت باستمرار لازم نكون عارفينه وإن شاء الله من متابعتكم إلي أنا صعب أن أتواصل معكم شخصيا لكن ببعث لكم فيديو للكل بحيث أي حد محتاج هذا الشيء يتواصل معي وإن شاء الله أني ما أقصر محده أي وقت في أبديت في إضافة لأي شيء فيما يتعلق في الانيميشن فيما يتعلق في الرياليتي بالرندر أو بالكورونا فيما يتعلق في شابو دروينج أي أبديت إن شاء الله سيكون بمتناول إيديكم وتابعوني بس على القناة بالنسبة للأحباء المتابعين إلي ما عندهم فكرة عن كيفية إصدار أو تصدير الملفات الماكس مباشرة أو حتى الرسومات التوضيحية كثري دي من أجل شابو دروينج اللي حاب يعرف هذا التكنيك أنا عندي دورة خاصة في اسم دورة شابو دروينج فيتواصل معها الخاص وإن شاء الله أنه سيكون سعيد ويدعينا دعوة خير بالإضافة لهذا الشيء عندي قناتي على الإنستجرام أحب أن أشاركها معكم قناتي على الإنستجرام اسم عبدالله underscore shade underscore 3D فيها كل ما يتعلق في الابديت الدورات المطروحة الإفكتس والمؤثرات اللي ستطلع من الدورات أنا أعطي أنيميشن ونعطي CGI إن شاء الله الفترة القادمة ستكون CGI على مستوى الوطن العربي أول دورة على مستوى CGI وحتكون مجموعة برامج إن شاء الله فيما يتعلق في الابديت ستكون إن شاء الله معي دائما وبدًا على صفحتي على الإنستجرام وبالإضافة اليوتيوب وأهلا وسهلا فيك أحبي ودمتم في خير وسعادة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته